قوة شخصية الفتاة وأنوثتها هل ممكن البنت تجمع بين قوة الشخصية والأنوثة؟ تربية البنات على الأنوثة وقوة الشخصية يمكن معادلة شوية البعض يستصعبها يعني كيف أقدر بنتي على الأنوثة وبنفس الوقت قوة الشخصية تربينا إحنا أن البنت تكون جادة في الخارج وخاصة مع الرجال بينما في بيتها تكون دلوعة فهل هذا صحيح؟ هو طبعا هذا صحيح أن المرأة المرأة بمناسبة لها شخصيتين شخصية أنثوية وشخصية خنسميها الشخصية الجادة يعني المرأة في العمل الأصل فيها أنها تبرز جديتها وتبرز قوة شخصيتها إذا دخلت في بيتها لا هنا الأصل أنها تبرز أنوثتها فإذا كانت مثلا عند أبوها عند أمها عند أخوانها عند خواتها إذا كانت عند زوجها هنا الأصل أنها تظهر الأنوثة طبعا المرأة الله عز وجل جمع فيها الشخصيتين بالمناسبة ولذلك المرأة تستطيع أن تكون جادة وبنفس الوقت تستطيع أن تكون أنثوية على خلاف الرجل الرجل رجل يعني رجل شخصية وحدة وبالتالي هو رجل رجل سواء كان رجل خارج البيت أو رجل داخل البيت على خلاف المرأة ولذلك ظهور الشعر شعر المرأة من مظاهر الأنوثة فلما المرأة تظهر شعرها في هذه الحالة هي تظهر أنوثتها وتكون ملفتة للنظر لأن الأنوثة تلفت نظر الرجال بشكل عام كلما المرأة أبرزت مواطن الأنوثة في جسدها كلما كانت ملفتة أكثر للرجال وكلما المرأة سترت مواطن أنوثتها كلما كانت أبعد من نظرات الرجال أنا أتكلم الآن في القاعدة العامة بشكل عام ولذلك المرأة إذا كانت تبرز أنوثتها ولفتت نظر الرجل يصير الرجل صعب يرفع عينه منها لكن إذا مرأة مثلا صح فيها أنوثة لكنها في الغالب متسترة ممكن تلفت نظر الرجل لكن بسهولة الرجل يرفع عينه من هذه المرأة يعني الجاذبية تختلف بحسب ظهور أنوثة المرأة فقضية الأنوثة قضية مهمة جدا ولذلك المرأة مخلوق رقيق يفترض أنه لا يجرح طبعا جرح المرأة بسهولة ممكن الرجل يجرح المرأة بكلمة بنظرة بتصرف حتى البنات الصغار يعني حتى الأباء والأمهات لما يربون بناتهم عمرهم عشر سنين 11 سنة 12 سنة بسرعة البنت تزعل إحنا طبعا نقول حساسة لا هي ما هي حساسة لأنه البنت بشكل عام رقيقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له جاريتين وأحسن تربيتهم كنا له حجابا من النار لأنه حتى الإنسان يراعي نفسية الفتاة ويكون رقيق في التعامل معهم يعني هذه مسألة بالنسبة للرجل تحتاج إلى مجاهدة نفس فلما الرجل يجاهد نفسه ويحسن تربية البنات يستحق الجنة تماما وبالتالي الفتاتين أو الثلاث فتيات يكون له حجابا من النار فالسؤال الإخت تسأل تقولت ربينا احنا في البين إن البنت تكون جادة في الخارج مع الرجال ودلوعة في البيت هل هذا صحيح؟ الجواب بالنسبة لي نعم صحيح هذه تربية صحيحة السؤال الثاني هل قوة شخصية الفتاة يعني عنادها؟ لا قوة الشخصية شيء والعناد شيء ثاني نحن نريد أن تكلم عن قوة الشخصية نحن نريد أن تكلم عن مظاهر موجودة عند الفتاة يعني أنا الحين إذا عندي بنتين أمامي كيف أحكم هذه شخصيتها قوية وهذه شخصيتها ضعيفة؟ كيف أحكم؟ في مجموعة علامات إذا هالعلامات موجودة في البنت معناتها شخصيتها قوية إذا العلامات هذه غير موجودة في البنت معناتها شخصية تضعيفة وحدة منها العلامات تحمل المسئولية أنا لما أعطي لبنت أو فتاة معينة مسئولية أقولها يلا يا ماما خلصي لي هذه المهمة وأنجزيها إذا هي أنجزتها وتحملت المسئولية معنا هذا أنها عندها مظهر من مظاهر قوة الشخصية العلامة الثانية أن يكون عند البنت مرجعية ليش؟ لأنه كلام الناس كثير فأنا إذا بسمع لي هذا وهذا 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 وأتأثر مع هذا وهذا وهذا طيب ذابت شخصيتي إذا صار ما عندي شخصية إذا لازم أن يكون عندي مرجعية أرجع لها فلما الناس تتكلم أنا أخذ كلام الناس ويكون عندي المصطرة الخاصة فيني لهي المرجعية إذا مرجعيتي قالت لي كلام الناس صح إذا أتبع هذا الكلام إذا مرجعيتي قالت لي كلام الناس غلط لا والله ولا التفت له وبالتالي شون أحكم على بنت شخصيتها قوية ولا لا ولهذا الجزء من التربية أني أنا لازم أغرس مرجعية عند عيالي ما أخلي مزاج الناس هو اللي يحكمهم ولا كلام الناس يحكمهم لابد أن يكون عنده مرجع طيب ما هو المرجع إحنا بالنسبة لنا القرآن الكريم يعتبر مرجع ومصطرة للمعايير شون أعرف هذا حق وهذا باطل القرآن شون أعرف هذا صح وهذا غلط القرآن شون أعرف هذا حلال وهذا حرام القرآن فعلى قدر ما أنا أغذي عقل أولادي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية بقدر ما أنا قاعد أقوي المرجعية عندهم وإذا أنا قويت المرجعية عندهم إذن أنا قويت شخصيتهم صار مو أي كلمة يقولون هالناس يتأثرون لأن صار عندهم مرآة يعكسون من خلال هالكلام هذه العلامة الثانية بعد علامة تحمل المسئولية العلامة الثالثة قوة الارتباط بالله عز وجل وقوة الإيمان لأنه وارد أنه البنت مثلا تفشل في الدراسة صديقاتها في المدرسة يستهزؤون فيها تدخل في علاقة صداقة وتنقطع العلاقة ولا تتم طيب يعني هل أنا أتعذب هل أنا أعيش بألم 24 ساعة إذا عندي إيمان بالله عز وجل قوي وأمم بالقضاء والقدر خيره وشره هذه واحدة من علامات القوة عند البنات واحدة من علامات القوة كذلك العلامة الرابعة أن يكون عندها مصدر دخل أي أن كان هذا الدخل يعني إذا كانت موظفة عند دهارات إذا كانت عند أبوها في مصروف شهري أبوها يعطيها اه اتجمع من فلوس العيادي أو الهدايا التي هيها فيسير عندها مصدر هذا المصدر المالي هذا المصدر المالي يعطي الفتاة قوة خاصة باشر مثلا إذا اكبرت وتزوجت يسير لها مصدر هذا المصدر ما يخليها تحت رحمة زوجها 24 ساعة وممكن يذلها وممكن يعذبها على اعتبار أنه هو اللي قاعد يصرف عليها لا يسير عندها دخل بحيث تكون لو قدر الله تغير الظروف الحياة معاها بشي تقدر هي تستند لمثل هذا الدخل العلامة الخامسة كيف نقدر نحكم أنه هذه الفتاة عندها شخصية قوية إذا وضعت هدف تحركت لتحقيقها طبعا قد تنجح وقد تفشل ما عندي مشكلة يعني نجاحها وفشلها ماهو دليل على ضعف الشخصية وقوة لدليل على قوة الشخصية أنها تضع هدف وتنطلق للهدف مباشرة إذا كانت الفتاة تستطيع أن تضع هدف وتنطلق للهدف هذا معناته شخصية قوية العلامة السادسة إنها تملك العفو والمسامح يعني العفو عند المقدرة من اللي يقدر يعفو الإنسان الكبير هو اللي يعفو الإنسان القوي هو اللي يعفو الضعيف ما يعفو ولذلك شون أنا أقدر أحكم على البنت إنها عندها قوة شخصية إنها تسامح وتعفو العلامة السابعة من علامات قوة شخصية الفتاة أن يكون عندها جرأة في قول الحق يعني إذا صار شيء في المدرسة وشافت غلط تتكلم شافت غلط في البيت تتكلم حتى لو كان الكبار موجودين وجالسين تتكلم بس تتكلم بأدب ونعلمها لأدب في الكلام فإذن وجود الكبار السن ما يعني هذا إذا في غلط هي تسكت إذا الفتاة عندها شخصية قوية إذن هي جريئة في قول الحق العلامة الثامنة اللي هي أنه البنت إنعرفها بقدراتها ومواهبها وإنعرفها بهواياتها لأن الفتاة إذا التفتت إلى الداخل وبدأت تركز على مواهبها وقدراتها وهواياتها تشعر أنها عندها ثقة وعندها قوة أنا مرة واحدة من الأمهات يا باتلي بنت كان عمرها تسع سنين شخصيتها مهزوزة شوي ما عندها ثقة بالنفس فتقول لي شا سوي فلما سألت طبعا اكتشفت أن الأب شخصيتها ضعيفة بعد والأم يعني ما هي مية مية يتلهش عندها بنتش من مواهب وقدرات قالت إيها تحب الرسم لا خلص دخليها في مركز أو في معهد أو نادي ينمي موهبة الرسم إذا تميزت في الرسم وصارت رقم واحد راح تشوفين عندها شخصية قوية لأنه عززنا الثقة بالنفس من خلال مواهب والقدرات وفعلا هذا اللي حصل مرة أبن الآباء يابلي ولده كان عمره عشر سنين والولدي تأتأ يقول لي يروحي المدرسة يضحكون عليه في البيت إخوانا يضحكون عليه فصارت شخصيتها ضعيفة قلت له اسمع أنت تقدر تقوي شخصيتها من خلال مواهبة وقدراته شحب يقول له هو يحب صراحة القوة طيب دخله دخله نادي دخله مركز دخله معهد يتعلم ثنون قتالية أنا هذا الولد شفته لما صار عمره خمسة عشر سنة شاني يقول لي أبو قالي الصدق تغير 180 درجة مع أنه يتأتأ وشخصيتها ضعيفة ومهزوزة لكن لما بدأ يأخذ في الكارتية الأحزام الأزرق والبني والأسود صار يمشي وكل ثقة ويتكلم وهو يتأتأ بثقة فإذن تنمية القدرات المواهب الهوايات هذه من الأشياء اللي تساعد في قوة الشخصية آخر نقطة أذكرها من علامات قوة الشخصية اللي هي إدارة الغضب شون أنا أحكم أنه هذا إنسان قوي هذا ضعيف لضعيف دايما يعصه ولضعيف الشخصية الضعيفة ما تستطيع أنها تسيطر على انفعالاتها الشخصية القوية تستطيع أنها تسيطر على انفعالاتها وبالتالي أنا أدرب أولادي من الصغر كيف يضبطون أنفسهم وكيف يسيطرون على انفعالاتهم هذه تقريبا مجموعة علامات في قوة الشخصية وبالتالي أنا هنا جاوبت على أنه هل قوة الشخصية يعني العناد؟ الجواب الآن أنتم بروحكم جاوبوا عليه العناد ما لا علاقة السؤال للأخت كيف نجعل بنتنا اللي عمرها 14 سنة شخصية قوية أنا ذكرت لكم نحين 10 علامات من علامات قوة الشخصية عند البنات السؤال الثالث في أوروبا أعتقد أن الفتاة لابد أن تكون قوية هو طبعا أنا بالنسبة أنا وجهة نظري الموضوع ما لا علاقة لا بأوروبا ولا آسيا ولا أستراليا ولا أفريقيا أنا أشجع أن تكون شخصية الفتاة قوية سواء كانت في أوروبا ولا كانت في القمر لأنه ضروري البنت تكون شخصيتها قوية يعني والقرآن الكريم ذكر لنا شخصيات قوية للنساء والفتيات يعني الملكة بلقيس كانت تحكم تحكم وتستشير الرجال وبعدين هي تطلع مقترح ما قالوا الرجال وطبقت المقترح اللي هي قالتها لما قالت لهم سأرسل هدية له لسليمان عليه السلام بينما قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد مريم عليها السلام نموذج قرآني فريد يعني لم يذكر القرآن اسم امرأة في صفحات القرآن وآياتها كلها إلا مريم عليها السلام مع أن النساء في القرآن كثر أمنا حوى مثلا زوجة آدم عليه السلام ذكرت في القرآن لكن لم يذكر الله عز وجل اسمها حوى لم يذكر اسم حوى زوجة فرعون وموقفها موقف بطولي وموقف قوي كيف واجهت هذا الطاغية وهذا الظالم وطلعت منها استثناء وكفلت موسى عليه السلام القرآن لم يذكر اسمها زوجة إبراهيم عليه السلام سواء كانت هاجر أم سارة الثنتين مذكورين لكن لم يذكروا بالاسم أخت موسى عليه السلام امرأة العزيز كلها ذكرت في القرآن حمالة الحطب ذكرت في القرآن لكن مرة ثانية لم يذكروا بالاسم من اللي قرآن ذكر اسمها نيم عليها السلام ولذلك الصفات المريمية لازم هي اللي ربي فيها بناتنا اليوم مريم عليها السلام عمرها ستعش سنة لكن مثل ما قلت لكم مساعة من علامات قوة الشخصية تحمل المسئولية الجرأة في قول الحق كيف مريم عليها السلام حاملة طفل رضيع وما عندها زوج واجهت كل قومها وعمرها ستعش سنة وهي ماسكة طفل الرضيع ويقولوا لها من أين لك هذا كيف جفتها الطفل ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية شوفوا أهمية تاريخ الإنسان كيف أنهما يوم من أسرة طاهرة كيف أنت أتيتي بهذا الطفل ومع هذا واجهت قومها فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية فقال طبعا تكلم وهما اللي نطقوا في المهد أربعة واحد منهم عيسى عليه السلام قال إني عبد الله فإذن اشاهد من هذا كله أنه مريم عليها السلام على الرغم من صغر السنها اللي نسميهم احنا اليوم في سن المراهقة من البنات لكنها واجهت مجتمع كامل بالحدث اللي صار وهو حدث جلل وحدث عظيم فإذن مريم نموذج الشخصية القوية الواثقة من نفسها المؤمنة بربها اللي مرجعيتها القرآن الكريم ومرجعيتها رب العالمين تعفو تسامح تستطيع كيف تحقق أهدافها كل العلامات اللي قلناها بقوة الشخصية ومع هذا هي أنثى ليست برجل ولم تتخلى عن أنثتها إذن هذا نموذج يعني رهيب ونموذج قرآني رائع جدا أن نتكلم مع أولادنا ومع بناتنا في مثل هذه النماذج السيدة فاطمة رضي الله عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما ترضين أن تكوني نساء أهل الجنة ونساء المؤمنين يعني نموذج السيدة فاطمة على الرغم من صغر سنها جمعت بين الأنوثة وقوة الشخصية اليوم معادلة أني أنا أبرز أنوثتي وتكون شخصيتي ضعيفة لا مو صحيحة هالمعادلة غلط غلط المرأة الذكية لتعرف متى تظهر أنوثتها ومتى تظهر شخصيتها القوية يعني أحيانا من ذكاء المرأة أنها ما تظهر الشخصية القوية تظهر الشخصية الضعيفة عندها وتبرز الأنوثة وأحيانا من ذكاء المرأة أنها تخفي الأنوثة وتبرز الشخصية القوية طبعا هذا كله من ذكاء المرأة وإذا استطاعت المرأة فعلا أنها تبرز إحدى الشخصيتين في الوقت المناسب لا شك أنها ستكون امرأة متميزة السؤال اللي بعده هل أستطيع أن أعزز أنوثتي وأنا فوق الثلاثين من العمر وزوجي دايما يقول لي أنت عندك سفات ذكورية الجواب طبعا كيد كيد يعني بس أنا أقول لك شيء أختصر لك الجواب لما زوجت يقول لك عندك سفات ذكورية سألي قولي الله أنت شايف من سفات ذكورية سألي شوفي شي جاوبت إذا جاوبت الصفة الذكورية اللي يقول لك عنها لا تكررينها بس خلاص تهى الموضوع وانتهت المشكلة السؤال اللي بعده أنا حسيت أن المرأة عندما تكون قوية فإن الرجل يعتمد عليها بكل شيء ثم هو يتونس في حياته مع أصدقاءه يعني أنتوا بعدهم لا إفراط ولا تفريط ترا كلامتش في جانب كبير من الصحة يعني أنتوا الحين أول ما تتزوجون تسوون حق الريالي هادي هنا لاتنكتين لوي عطس تجيبين للمنديل إذا بيطلع فرشتين للورد تحت قدمة الإضاءة هذه متعطلة رحتي أنت صلحتي الكهرباء في مشكلة في المطبخ أنت عالشتيها قال لك أنا مش تهي سمك مثلا وما عندكم سمك ورحتي ركضتي على طول جبتي السمك واشتريتي وطبختي لها سمك خلاص بعد هذا الرجل وحط إيده على خده شديد ويقعد بس بيقول لك أنا بيقعد يتأمر يا طبعا أنت دلالت لهذا خربتي طيب شا سوي يعني ما أستجيب له لا عاد أنت لا أطخه ولا أكسر مخه يعني أنت مسك العصى من النص دلي لي وانسي ضحكي تدلي عي أمامه يعني عيشي طبيعية لكن مسؤولياته أنت لا تتحملينها لا تتحملينها لأن إذا تحملتيه ببداية الزواج تتحملينها طول عمرك خلاص أنا ذاكي يوم عندي ورشة حق المتزوجة المقبلين على الزواج فقلت لهم إذا أول يوم زواج قالت زوجك أنا مشتهي طبخة فيها سمك وشفت أنت ما عندك سمك تشترون أنتوا السمك ولا تتصلون فيه هو يشتري سمك طبعا الحضور خمسين بنت سبعة واربعين بنت قالوا نشتري السمك قلت لهم غلطانين إذا شريتوا السمك أنتوا ثاني يوم زواج راح تشترون السمك طول عمركم في أعمال من اختصاص الرجل في أعمال من اختصاص المرأة لا تخلطون الأوراق وبالتالي إذن أنا أقول أنت تحملي مسؤوليتك وحمليه ومسؤوليته حتى تعيشون بتوازن ولا أنت بتين بعد عشر سنين من الزواج تنفجرين تقولي أنا شاي لكل شي على دراسي وهذا قاعد بس يلعب جيم ولا يشوف التلفزيون وما عنده لا شغلة ولا عملة ولا قاعد الهاتف النقال يتنقل من حساب لحساب في السوشال ميديا وأنا أشتغل وأكرف وأدرس اليهال يعني طيب ليش تكون بعد عشر سنين أنا أقول هذه الشكوى إذا قلتها هذا ما جنته يداكي من بداية الزواج مسك العصة من النص مسؤولياتك تسويها ومسؤولياتها هو يسويها في تعيشون بتوازن سؤال اللي بعدها هل قوة شخصية البنت تعني المرجلة لا 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 أنتوا لا تخلطون الأوراق مع بعض المرجلة اللي هي صبيك ها البوي يعني نزمي لا مو صحيح قوة الشخصية أنا شرحتها لكم وقيت لكم بعض العلامات لكن فيه فيه أشياء إذا تكلمون عن المرجلة فيه أشياء تقتل الأنوثة في المرأة نشوف البرأة مثلا ما نشوف فيها ريحة أنثة أبدا ما هي الأشياء اللي تقتل الأنثة في المرأة فيه علامات وحدة منها مثلا نبرة الصوت إذا المرأة كلها تصارخ وصوتها عالي قتلت الأنوثة اللي عندها تماما موضوع اللبس إذا المرأة تلبس لبس الرجال أو المرأة تتفسخ تماما قتلت الأنوثة لأنه قتل الحياء المرأة جمالها بالحياء قتل الحياء من قتل الأنوثة خلاص أصلا حتى الرجل لما يشوف المرأة يشوفها تشيب يشوفها رخيصة تماما رخيصة أو يحس الرجل فيها ما عندها هدف هذه بنت ضائعة أنا مرة بالمكتب خلت عندي واحدة عمرها 18 سنة وكانت لبسها لبس يعني الله ليوريكميها ويتتكلم أنا ما حد يحترمني ما حد يقدرني ما حد كذا قتلها قلت شي يعني ترى اللباس لغة أنت تقولين هذا الطبيب شلي خليش تقولين طبيب قالت لي من لباسه قتلها تقولين هذا كابتن طيارة شعرفت قالت لي من لبسه قتلها طيب تقولين هذا مهندس بترول شعرفت قالت لي من لبسه قتلها تقولين هذا مقاول للبنيان شعرفت قالت لي من الخوذة اللي حطها في وقراسة ومن لبسة قلت له خلاص إذن اللبس لغة هو ما تكلمه وما قال لك وظيفته أنت فهمت الوظيفة من اللبس فأنت لبسك يعبر عن وظيفتك اللبس اللي داخل عليه الحين لا داخل عليه بالشكل هذا أنت الحين أنت قاعد ترسلين رسائل هذه الرسائل الشباب يفهمونها يفهمون أن أنت فتاة رخيصة سواء أنت قصدتي أو لم تقصدين سواء كنت بحسنية أو بسؤنية ما يهمني أنا النية ما تهمني أنا قلت لها ذاك اليوم قلت لها نيتش ما تهمني أنا عارف أن أنت طيبة ونيتش طيبة وأنت فتاة يعني محترمة والله أنا فاهم أنا عارف لبسك يعطيني انطباع عنك أنت رخيصة قلت معقولة قلت لها جربي أنا بيني وبينيك التجربة العلم له وسيلتين إما قال الله قال رسوله وحي أو تجربة جربي قلت لها شا سوي قلت لها لبسي لبسة شوي رسمي مرتب محترم ودخلي في تجمع وتكلمي شوفي شون يشوفونك ولبسي لبسة شا هذا اللي لابستها الحين ودخلي وتكلمي شوفي نظرات عيونهم شوفي الفرق قلت لي خلاص والله وصوت التجربة وقالت لي بعدها بسبوع قلت لي والله كلامك صحيح فأنا أقول مرة ثانية إحنا في أشياء تقتل الأنوثة الصوت اللباس الإفراط في الخجل يعني كلها منزل رأسها كلها مستحية يعني مستحية مبالغة في الحياء يسمي الخجل الخجل حالة مرضية غير الحياء الحياء من الإيمان فالإفراط في الخجل يقتل الأنوثة منافسة الرجال يعني أدخل في مكان أزدحم مع الرجل ولذلك شوفوا فتاتي شعيب في القرآن كيف وصفهم لما راحوا وشافوا زحمة رجال تطرفوا ما دخلوا بينهم وصاروا على جنب لما جاء موسى عليه السلام وشاف البنتين على جنب فسقا لهما راح جاب لهم الماء وعطاهم فإذن المزاحمة مزاحمة الرجال تفقد المرأة أنوثتها ولذلك هناك كثير من الأمور ممكن تقتل الأنوثة قتل حتى طريقة المشية في مشية في امرأة تمشي بطريقة تقولين أعوذ بالله ريال هذه مو مرأة حتى المشي حتى طريقة الخطوات الكتف الراس في مشية معينة إذا مشتها المرأة تقولين هذه رجل هذه ما هي امرأة وفي مشية إذا مشتها المرأة تقولين لا والله هذه المشية كمان الأنوثة في فرق في فرق إذن اللباس الصوت المشي شيء الافراط في الخجل حتى الابتسامة في ضحكة وفي ابتسامة تقولين هذه ولا تعرف الانوثة ابدا وفي ابتسامة وفي ضحكة هي قمة في الانوثة اذا هذه كلها علامات احنا لازم نراعيها اذا نبي الرب البنت على الانوثة وقوة الشخصية اذا هذا جانب وهذا جانب السؤال اللي بعدها الريائيين يحبون المرأة الهبلة وما يحبون الشخصية القوية هل هذا صح يعني ما صعب انا اجاوب جواب شذي عامة قلت كل الريائي اللي يحبون المرأة الهبلة لا لا مو صح كل الريائي اللي يحبون الشخصية القوية هم مو صح يعني رجل رجل يعني في رجل يحب المرأة اللي ما تفكر ولا هي مثقفة المرأة الامية المرأة المسكينة في رجال يحبون والطيور على اشكالها تقع وفي رجل اذا عطيتي وحدة ما هي مثقفة ما هي تعلمة ما عندها شخصية ما يقدر يعيش معها يوم واحد يعني الناس اجناس انا ما اقدر حقيقة عمم يعني آآ سؤال هل المرأة عندها القدرة بتغيير شخصيتها؟ نعم طبعا وجاوبنا على هذا السؤال في بداية لقاءنا اليوم وقلنا انه والله عز وجل عطى للرجل شخصية واحدة وعطى للمرأة شخصيتين المرأة عندها شخصية الجادة والشخصية الأنثوية الشخصية 울شمال أنثوية تقدر تستخدمها المرأة حتى في الإغراء خاصة إذا كانت متزوجة مع زوجها لكن رجل مختلف يعني أنتوا الحين يعني شوفوا ملابس النساء في عرض الأزياء وشوفوا ملابس الرجال في عرض الأزياء أنا أتكلم عن المسابقات العالمية يعني حتى الملكات ملكات الجمال نساء ماكو ماكو ملك جمال رجال يعني ماكو مسابقة ملك جمال رجال ما في نساء أغلب بيوت المراقص والدعارة في العالم يروحونها الرجال من أجل النساء ولذلك الأنوثة عنصر جاذب مثل مغناطيس الأنوثة والمرأة لتحسن إظهار أنوثتها تكسب ممكن تكسب زوجها يعني إذا المرأة أحسنت ظهور أنوثتها فعلا تكسب زوجها أنا عندي من أسبوع كانت في مشكلة زوجية شوي الزوج يشتكي على زوجته ثاناتهم موجودين في المكتب يقول لي أنا زوجتي مملة أقول لي شلون يعني يقول لي ما يعني حتى بالواتس أب لما ترسلي جيب خبز معاك أنت وينك أنا تصلت فيك أنت ما ردت عليه لا تتأخر أنت قاعد مع رابعك لا تتأخر يقول يعني ما يعني تخيل أنت متزوج واحدة الرسائل اللي تقراها أنت بالواتس أب ولا كذا كلها أوامر المهم أنا حين فهمت المو خلص أنا فهمت المو قلت طيب أنت استريح برة خلأ أكلم زوجتي المهم الزوجة قاعدت عندي في المكتب قلت لها سمع أقول لك أنا بعطيش فكرة سويها خلنجربها أسبوع ونشوف النتائج دي عاتي شو الفكرة قلت لي طبعا أنت عارف المشكلة ها تقولي أنا عارف المشكلة بس أنا ما عارف الحل أنا قلت الحل وخلينا نجرب قلت لي تفضل قلت لي أنت حين كل يوم طرشين حقول زوجت هذا واتس أب بات صاح تقول لي والله من الصبح للليل العيال بيطلعون مدرسة يبهم العاملة في البيت صار عندها مشكلة في الإقامة خلص يعني كل كلها أوامر جربي باليوم مرتين أو ثلاث ترسلين حق زوجت نكت 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 فكاهية أو أحيانا انتي ما تيج بالواتسابات مثلا فيديوات فكاهية شا تقولي بلأ أنا عندي جروب خواتي نضحك مع بعض هنا قلت لها طيب ما في شي فيديو واحد بس باليوم يرسلونا خواتي يصلح تسوي ترسلين حق زوجت في الواتس أب عشان زوجت يضحك كانت تقولي بلأ ممكن بس أنا ما فكرت يعني قلت لها طولي وقالة وسعي سدريت معاي شوي خلينا نخد تجربة اسبوع واحد بس ارسلينه نكت ارسلينه أشياء تونس يعني عيشي معاه كأنه هو صديقك ما كأنه زوجت قلت لي خلص حاضر والله يقعدنا أنا تابعتهم السبوعين لسبوع الماضي هذا تمهمهم أول أمس كانوا عندي في المكتب ياني الزوج تدرونش يقولي يقولي يصدق أنا حبيت زوجتي أكثر قلت لها خير ليش شان يقولي يا أخي صارت امرأة طبيعية قلتها يعني شو طبعا هو قاعد يعبر بهذه الطريقة صارت زوجة طبيعية قلتها يعني شو طبيعية شان يقولي يعني مرة تقولي يجيب الحاجة الفلانية ومرة ترسل لي شي نضحك مع بعض نسولف مع بعض موقف فكاهي كانها واحد من أصدقائي اللي يروح لهم بالدوانية قلت له يعني قلت له أنت الحين مرتاح يعني شي يقولي صراحة أنا حين مرتاح إذا تستمر معي بهذه الطريقة ممتازة شي دي على الأقل صرت أنا حتى لما أدخل البيت أول كنت كاره أدخل البيت أحس امرأة جادة أدخل البيت كأني بهرب الحين لا يعني أحس أكو مرونة في ليونة في ضحكة في نكتة في سالفة والدنيا مو كلها جد مهم قلت له خير إن شاء الله دخل زوجتك قلت حق الزوجة شرايج مش هتقولي والله تغير معي قلت له بس خلاص إذن المشكلة فيك أنت يعني أنت شخصيتك الجادة اللي مفروض تتعاملين فيها مع الرجال قاعدت تتعاملين فيها مع زوجك أنت ما فرقتي ما بين الرجال وما بين زوجك لا أنا بشخصيتك الفكاهية شخصيتك الأنثوية طلعيها لزوجك وما يمنع تطلبين منه طلبات إخذي راحتش طلبي لكن وانسي نكتة سعلفة ضحكة موقف قصة خليه إيش خليه حس إنه طبيعي طبيعي حياة طبيعية والحمد لله المهم تيسرت الأمور فأنا لذلك أنا بس تعليقي على هذا الموضوع هل المرأة عندها القدرة الجواب نعم كيف ما عندها القدرة آخر سؤاله نختم فيه أنا عنيدة وما أحب زوجي يفرض علي رأيها وهو يشوفني متسلطة لا يعني بعد مرة ثانية يشوفها نفس التعليق الأول يعلق الحين أنتوا بعد لا تحطون رأسكم براس الزوج يعني بعده هو مسكين خليه يعيش رجولته شوي هو الرجل وين يعيش رجولته في السلطة اللي عنده وين السلطة اللي عنده داخل بيته على أولاده على زوجته على طيب عطيه فرصة عطيه فرصة خليه يعيش السلطة خليه يشبع غروره كرجل خليه يشبع رجولته خليه يشبع ذاته أما أنت ماسك الخيط والمخيط مو ما عطيته فرصة يتنفس لا تشذيبه رأيه نحاش بالبيت فتقولي أنا عنيدة وما أحب زوجي يفرض علي رأيها وهو يشوفني متسلطة لا بالعكس حتى لما يفرض رأيها أنت بطريقة ذكية حسسي أنش قعد نفذين رأيها بينما أنت قعد طبقين اللي أنت تبينا طبعا هذا من ذكاء المرأة أو دبلوماسيات هي يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر